طيب إحنا كده وصلنا لجزء مهم جداً القضايا العامة القضايا العامة دي بوصفك أو أميكانياتك كنت لعب بيها كمهاجم إيه أهم صفات المهاجم الكويس؟ والله يبص هو كرة طبعاً أيامنا اتغيرت دلوقتي الكرة بقت أسرع بقى فيها تكتيك أعلى شوية زمان كان يا إما أنا لقبت لما كان ثلاثة اتنين خمسة انسايد يمين وانسايد شمال وونج يمين وونج شمال وسنتر فرود متأخر تقديم أهو أه تقديم أهو أيو طبعاً فبعد كده بقت أربعة اتنين أربعة وتطورت يعني إنما أنا عايز أقولك أنه نفس طبيعة اللعب بقت أسرع يعني لا والطرق الدفاعية كمان بقت والطرق الدفاعية بقت رزلة كوية آه بحيث أنه الأهداف بقت قليلة زمان كان بيبقى خمسة اتنين ستة واحد أربعة صفر أنت تفتك لما أيام مستر هيدوكوتي لما كان بيدربنا كان يقولك إلعب ما يخشش فيه جول وتسجل هدف يعني معناها دافع كويس وهاجم كويس وهاجم كويس آه ده اللعب المتوازن آه إنما فيه فيه أندية مثلاً وبالذات لما تلعب أصاد الناد الأهلي آه بتنزل دفاع بحت يعني ما بيعديش خط السنتر آه لمدة طويلة وده برضو بيأثر على مستوى المباراة يعني طيب أنت شايف أن مواصفات المهاجم كويس موجودة في اللعبية الحاليين دلوقتي ولا العملية كلها عملية اجتهاد فقط لغير آه والله يا مجري أنت عارف كل حاجة يعني آه زمان كانت السرعة نمرة واحد طبعاً والشوتينج نمرة اثنين وإنت بتجري والهيدنج نمرة ثلاثة هي دي الثلاث مميزات في المهاجم أنت شايفهم دلوقتي في لعبتنا؟ آه يعني واحد يجمع الثلاثة لا صراحة صعب يعني آه آه تلاقي مهاجم سريع جداً إنما الشوتينج عنده ناقص شوية طيب أنت شايف الكرة المصرية إزاي دلوقتي؟ الكرة المصرية آه تعاني؟ بتعاني لأسباب كتيرة السبب الأولاني اللي هو المدرب نفسه آه بقالنا كتير يعني من آخر أيام كابتن حسن حسن شحاتة آه أما خدنا البطولات الثلاثة بطولات 2006 2008 2010 ما شفتش بصراحة مدرب آه يساوي اللحظات دي الناشئين الاستقدام هل إدارة الكرة في مصر إدارة نجحة؟ ولا إدارة عشوائية؟ لا عشوائية عشوائية آه آه ما أنا بقول لحضرتك إنه الاعتماد أو إدخال المحترفين الأجانب في كل نادي آه ده أثر على الناشئين اللي كانوا بيطلعوا من تحت الستاشر وطمنتاشر وواحد وعشرين وينضموا للفرق الأولى اللي هم كانوا زمان معروفين مش موجودين دلوقتي آه مش موجودين دلوقتي بدليل إحنا في أمم أفريقية تصفات كاسعالم مع السنغال انت ما عندكش باك رايت ما عندكش راس حربة أيه ما عندكش راس حربة لأن كل دول العام كلهم أجانب كلهم أجانب آه مظبوط مع إن في أفريقيا الأشبال بتوعهم بيروحوا محترفين في أوروبا وفي دول تانية يعني هم بيهتموا أنت بتنادي إن الأندية المصرية تسيب اللعيبة الصغيرة تطلع تحترف بره وتخدع الجهاز ده شق لكن الشق التاني عايزين مدربين زي الله يرحمه كابتن مصطفى حسين الله يرحمه اللي كان بيقدم للفريق الأول كان بيقدم له فرقة كاملة فرقة كاملة آه يعني لو لو ترجع كده لأوائل السبعينات هتلاقي كذا واحد طلعين منه تحت 11 و20 سنة لكل أندية مصر كمان بشنادي الأقل فقط آه أيوة ما أنا بتكلم عموما آه على الأندية كلها المفرخة اللي هي بتاعت النادي بتبقى تحت 18 وتحت 21 سنة مزبوط طيب أنت عاجبك كالدوري العام المصري الحقيقة يعني أنا مش متفرغ أو للدوري العام لكن طبعا الماتشات الأهلي كلها بشوفها والماتشات الكبيرة لكن أنا شايف المستوى برضو بيفتقر لحاجات كتير آه أنت ما شوفتش أو سمعت عن المبارات لتلعبة يوم الحد وخلصة يوم لتن أيوة أيوة ما عرفش ليه ليه التصرف التصرف دوت آآ يعني الكرة خبطت فيه آلف به تحكيم إننا نعمل إسقاط 25 دقيقة وقت بدل ضايع أيوة يعني الكرة جات فيه وطلع يبص على الفار لأ الشاشة عطلانة استنى 17 دقيقة لحد ما شافها كرة خبطة فيه إحنا إحنا شوفناها على الشاشة وهو عارف 25 دقيقة آه 25 دقيقة وعاند وقال لك لا لا وحسب هدف ليه صالح مين ليه صالح مجمنات حتى في كل حاجة مجاملة الحقيقة دي مجاملة يعني ما كانش يجب أنه يعمل كده أبدا أنت شايف سر التراجع المواهب المصرية أو الناشئين في مصر سببها إيه ما أنا أنا قلت يعني الاحتراف نمرة واحد استقدام لعبين في يعني في مراكز حساسة جدا رؤوس الحربة البلايميكر اللعيب اللي هو بيصنع اللعب كلهم تقريبا دلوقتي يا أفريقيا يا شمال أفريقيا يعني كلهم مستوردين فده طبعا بيأثر على الموهبة اللي طالعة جديد يعني المفروض أنه نحن نفرخ لعيبة زمان الأهلي كان بيورد لعيبة لكل الأندية ومازال نادي الأهلي دلوقتي ومازال إنما يطلع إعارة الإعارة والحاجات دي يجب أنه نهتم بالناشئين شوية أكتر من كده أنت فاكر الجملة بتاعتكبت لنصالح زمانا ما قالك أنه مش ههتم مش عاوز الناشئين في نادي الأهلي وبصرف عليهم ومع كده بروحوا للأندية التانية طبعا أنا أجيب جاهز فاكر أنت وكاد فاكر آه والدنيا آمد وعليه ومعه ده اللي بيحصل دلوقتي بالزبط أنت دلوقتي أنت بتفرغ لعيبتك بتإعارة حوالي جهت تسع عشر لعبين تودون للأندية التانية يعني هما اللي بيستفادوا وأنت اللي بتصرف عليهم بالزبط كده بتطلع إعارة الحمد لله يعني إن النادي الأهلي برضو في ظل الظروف دي قادر أنه هو يتصدر الدوري ويلعب في أفريقيا ويجيب بطلات وإن شاء الله دايما كده بإذن الله أنت شاف الأهلي فين دلوقتي شايفه إزاي الأهلي يعني شايفه على القمة على القمة طيب إحنا بالمناسبة بكرة في مباراة النهائي مع المباراة المباراة الأولى مباراة الأولى في أستاذ القاهرة أنت لو أنت طبعا لعيب وكنت لعيب جامد قوي وإيه لما فوت تقوله إيه للاعبين قبل المباراة أول حاجة ما حدش يهزك أنت الأهلي نمرة اتنين يعني كل لعيب يحتفظ بعصابه نمرة اتنين ما تنخدعش في تصرف الخصم في إضاعة الوقت ما يطلعكش عن التركيز ما يطلعكش عن تفكيرك وبعدين اللعيب كل لعيب يعني مش شرط اللعيب اللي في رجله الكرة كل لعيب يشوف نفسه واقف فين حركات بجون كرة سواء في الهجوم أو في الدفاع وبعدين أنا نفسي أقوله النصيحة للعيبة قول الشوتينج من بره المنطقة يعني أنا بشوف الناس عايزة تخش لغاية قلب الجول لأ لغاية نقطة البنالتي على ما يفكر يشوت لأ إنت لما بتشوت من بره المنطقة بيبقى الدفاع عامل سكرين على حرس المرمى ما بيشوفهاش غير لبعد ما تعد ودي حقيقة آه حتى لو إنت مش رويت قوي لأ جرب وشوت كل ما تتقرب من الخط الثمنتاشر لازم الكرة تطلع من رجلك يعني أنت بتلخصها أن لازم اللعيبة تبقى هادية في الملعب بس مش بخيرات بقى أن هادية تبقى ريلاكسيش هلأ تبقى هادية تطلعش عن شعورها برا لأن هشوف غلاسة في الملعب هشوف تضيع وقت جامد قوي هشوف حاجات كتيرة قوي في قلب الملعب هادي في الملعب تحركات بدون كرة في الملعب الشوتينج من الزواج المختلفة زي ما أنت بتقول وفي الدورة العامة هادية لأيجابي جوال كتير أول من الشوتينج برا الثمنتاشر لأن حسنا نحن 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 نتكلم دلوقتي بنقول إيه الطرق الدفاعية طاغت على الطرق الهجومية هتلاقي سيقان قدام حارس المرمى شوت يمكن واحدة هتروح هنا ولا تروح هنا وده جايز جدا يعني وبعدين برضو حاجة مهمة التحرك اللعيب من غير كرة لأنه في مقولة بتقول يعني أخطر لعيب مش اللي معاك كرة اللي بتحرك بدون كرة كل الجمهور كله شايفه زي مين في الجنة؟ زيزوك زيزوك ما شاء الله طبعا زيزوك ودلوقتي كهرباء إلى حد ما كهرباء ما شاء الله ما شاء الله مستوى كويس يعني بيتحرك بدون كرة والشحات برضو والشحات لا احنا عندنا لا عندنا فرقة كويسة إن شاء الله نكسب بإذن الله طيب أنت بتحضرش ممورات النادي الأهلي ها؟ في الملعب ها؟ للأسف لا معنا كلنا ترجمة نانسي قنقر